وينضم إلينا من القاهرة سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام سيد أشرف توقيت الاجتماع الذي يأتي في ظل تغيرات إقليمية وأمنية خاصة إقامة علاقات عربية إسرائيلية يعني في البداية تحياتي لحضرتك ولسادة ومشاهدي قناة الغد توقيت الاجتماع في غاية الأهمية هناك إدارة أمريكية جديدة هذه الإدارة يعني يبدو من خلال المقدمات أنها ستتبنى سياسات مختلفة عن سياسات إدارة ترامب ترامب يعني يحاول أن يفرد ما يسمى بصفقة القرن دخل في صدام مع الفلسطينيين صدام غير مسبوك جمد المساعدات لهم أغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن قام بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس سفارة أمريكية اعترف بالقدس عاصمة الإسرائيل اعترف بالضم الآن هناك إدارة أمريكية جديدة هذه الإدارة ربما كانت امتداد لإدارة أوباما فيما يتعلق بالقضية للسلام في الشرق الأوسط تعترف بحل الدولتين تعترف بضرورة وجود حوار وتوازن في هذا الحوار الآن أيضا هناك متغير جديد هو أن الأوروبيين يريدون العودة إلى ساحة السلام في الشرق الأوسط في فترة ترامب تم أبعدهم تماما الآن هم يتحركون بشكل استباقي وزيرة خارجية فرنسا وألمانيا لا يتحركون بمفردهما وإنما بالتنصيق مع الاتحاد الأوروبي يتم تمهيد الأجواء الآن بينهم مع مصر والأردن والفلسطينيين إذن ما هو الإطار العام الذي يمكن الإسناد إليه لاستئناف عملية التسوية حيث تبحث الدول الأربع تنسيق المواقف المشتركة ما هي نقاط التلاقي التي يمكن البناء عليها سيد أشرف يعني أولا هناك نقطة التلاقي هامة وهو ألا يعني نعود مرة أخرى إلى سياسة انفراد الولايات المتحدة بالوساطة والحل والرعاية ولكن تكون هناك وساطة دولية أن تكون هناك قدر من التنازلات المشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكما قلتم في المقدمة وفي كلمة المندوب في مكان الاجتماع هناك اتفاق هام جدا على ضرورة أن يكون هناك التواجد يعني شامل أو كبير جدا نعم ولكن أوروبا طالما ما أيدت القضية الفلسطينية لفظا وليس فعلا فهي لم تمارس أي ضغوط على إسرائيل بل ربما يقتصد دعمها للقضية الفلسطينية على الجانب المادي فهل يمكن أن نشهد اختراقا للموقف الأوروبي يخرج عن ذلك الإطار الحذر الذي طالما اتخذته تجاه القضية الفلسطينية يعني هذا السؤال هام جدا وضروري أعتقد أن أوروبا تريد أن تستفيد من رغبة الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن في أن يحسن العلاقات معه ترامب ابتعد عن أوروبا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وحتى في السياسات الدفاعية ترامب أبعد أوروبا عن ملف الشرق الأوسط ربما هي تريد الآن أن تعود أن تشارك في حل هذه القضية المحورية بالنسبة لها أيضا لأن أوروبا هي الأقرب للشرق الأوسط هي التي تتأثر بالعنف الذي يمكن أن يحدث بها وعدم الاستقرار وبالتالي ربما كانت هناك رغبة أوروبية أكبر الآن في العمل دعينا أيضا نتذكر أنه يوجد في فرنسا رئيس طموح الرئيس ماكرون يريد أن تكون لبلاده أدوار أكبر ورأينا دوره في محاولة تحل الأزمة الليبية وأيضا دوره في محاولة التدخل على الملف اللبناني وفي مسألة الخروقات التركية في شرق المتوسط وبالتالي ربما كان هناك موقف أوروبي أكثر إيجابية يحركه طموح الرئيس الفرنسي ماكرون وربما يتلاقى هذا مع رغبة أمريكية في إعطاء دور أكبر للأوروبيين خاصة وأن الولايات المتحدة ستكون منشجلة ولفترة كبيرة بلملمة جراحة الداخلية ومحاولة إصلاح المشاكل التي حدثت في عهد ترامب هناك مفارقة يجدر التوقف عندها سيد أشرف نتنياهو يأمر بتطوين مساكن في مستوطنات الضفة الغربية في نفس توقيت الاجتماع الربعي فهل رسائل نتنياهو موجهة إلى اجتماع الربعي وإلي مدى يمكن أن ينعكس ذلك التصريح على مجريات الاجتماع اليوم كل رسائل نتنياهو هذه الأيام موجهة للدخل الإسرائيلي يعني نتنياهو أمامه انتخابات مبكرة للكنيسة في شهر مارس المقبل أمامه انشقاقات في معسكر الحلفاء اقتلفات جديدة تتم ضده بعضها خرج من رحم الليكود ورأينا الحزب الذي أنشأه جدعون ساعر وأحزاب كثيرة يتم تشكيلها الآن في إسرائيل علاوة على أن نتنياهو يواجه المحاكمة نتنياهو يريد أن يفعل أي شيء لاسترداء اليمين الإسرائيلي حتى يظل على رأس منصبه وأيضا حتى يستطيع أن يقلب الطاولة في الأيام المتبطية ويحتفظ بالأغلبية له وللأحزاب الموالية له لأننا إذا نظرنا الخريطة الإسرائيلية معظم الأحزاب الجديدة التي قرجت من رحم اليمين لا تريد أن تتحالف مع نتنياهو إنما يكون لديها تحالفتها سواء من خلال بنت أو من خلال ساعر أو من خلال غيرهم من الأحزاب وبالتالي كل ما يقوم به الآن هو مغازلة الداخل الإسرائيلي واليمين الإسرائيل من القاهرة كنت معنا سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جاريدة الأهرام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر